هل الأهلي ناوي يضم صفقات جديدة في ناير؟ في الوقت الحالي ما فيش أي كلام خالص على صفقات بعد ورسام أبو عادي؟ ما فيش خالص لا لا فيش كلام خالص الكلام كله على إن إحنا لو الأهلي هيجيب ممكن يبقى فيه لعيبة تحت السن ويتحطوا مثلا فطفة معايشة في قطاع النشيء تحت السن أجانب؟ أجانب يعني عايده تحت سن عادي اللي هو يعني معايشة الأفضل منهم حيتم اختباره اللي هو هيبقى تحت السن فهم بس ما فيش صفقات لا 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 لغاية دلوقتي ما فيش حال هو الغاية دلوقتي بس هل مطروح أنه الوقت لسه خالباك الأهلي مش مستعجل هو الأهلي المركز كان محتاج أول اللي بقى فيه تدعيم حتة وسامة بعلي فهو خلص القصة هو مش مستعجل دي يا ناير بيخلص ماشي وهو الأهلي بالنسبة لك أنا عايز مهاجم وخلص هوه كمان عبو حد فمش عايز لعيبات ما فيش استعجال على القصة دي كلها لو حاجة ظهفت بقى في الأيام اللي جاية ممكن الأهلي يخلص في حاجة لكن إفجنت مثلا زي موضوع المهاجم لا مفيش حاجة بس لقال لجدد العامل السولية وأكبرم توفيق ولا لسه لا لسه بس في كلام خلاص يعني في قاعدة هتحصل ما بين الكابتن خالب بيبو وما بين السولية وأكبرم توفيق والدنيا ماشي بشكل كويس جدا في الملف عامل السولية لو جدد هيجدد قديه الكلام إن عامل عايز سنتين ويشيل حتة إلغاء بند نسبة المشاركة تمام كده ويتم يعني تأديبه ماليا لكن مفيش خلاف ما بين الأهلي وما بين عامل السولية على حيث التجديد عظيم طيب